اهلا بكم. الدنيا فيها حاجات كتير قوي لازم نعلمها لعيالنا. ده اساسي يعني. حاجات كتير يعني يعني طول ما احنا عايشين كده في الدنيا وطول ما احنا ماشيين في رحلتنا. ده حاجات كتير قوي لازم نعلمها لنا. اه النهاردة انا هتكلم في سباح حاجات كده اساسية يعني هي في منها اخلاقية وفي منها مهارات وفي منها حاجات كده هتنفع هم في حياتهم لو ما نفعتهم لو ما نفعتهم مش دلوقتي هتنفعهم اكيد بكرة يعني. فهستعد معاك النهاردة في الفيديو حاجات اساسية تعليم الولادك هتفيدهم اكيد في المستقبل. اول حاجة لازم تعلمها لهم التواصل. اه التواصل ده حاجة مهمة لان هو مش هيعف يعيش في دنيته من غير ما يتواصل مع الناس. اه ازاي ازاي يستمع? ازاي يكون لما حد بيتكلم يحترمه ويستمع كلامه كويس يعني. فلازم نعلمهم ازاي قبل ما يتكلم ازاي يسمع. لان هو لو ما اسمعش مش مش هيفهم. وبعدين حاجة اساسية كمان في التواصل اللازم اعلمها لولادي. ان انا بسمع علشان افهم. اه مش مش بسمع عشان عشان ارد يعني يعني دي دي مشكلة كده في التواصل ما بين الناس كلها دلوقتي. ان كل واحد بيسمع حتى لو بيسمع. ده ده ايه بيسمع يعني. ان معظم الناس ما بتسمعش. تلاقي نفسك مسلا في اي مناقشات. احنا بنتكلم خصوصا بالنسبة للمناقشات الجد او او في حالة الاختلاف اختلافات والكلام دا. فبتلاقي الناس بتسمع علشان تضد يعني انا بسمعك عشان ااخد منك كلام اضد به فانا مخي وعقلي كده متوجه ان انا ايه يعني انا عايز اضد عليك عايز افحمك عايز اجي عليك. فلازم ااخد منك من كلامك كلام ان انا في الاخ اضد عليك في حين ان الصح ان انا اسمع عشان افهم. ما عشان لو فهمت وجهة نظرك هها فقد عليك. او او يمكن هتعاطف معك لو في مشكلة او ممكن هتطفت معك في رائع. فلازم تعلم ولادك ان ازاي يسمع يتواصل بشكل جيد ويسمع بشكل يمكن اكتر ما يتكلم. يعني لو يسمع تمانين في المية واتكلم عشرين في المية. وازاي عبا عن نفسه بشكل واضح يعني وبشكل محترم يعني ما يخليش حد يتجهله ما تخليش حد يجي عليه. عشان يعبا عن نفسه وازم يكون بيعافية تواصل. تانية حاجة مهمة او اللي انا اعلمهم الفلوس يعني الفلوس اه وسيلة في الدنيا مش مش غاية بس الفلوس مهمة. وعلشان نعمل الفلوس ده مهم وعشان نحافظ على الفلوس ده مهم. فلازم اعلموا قيمتها. يعني لازم اعلموا قيمت الفلوس. لانهم من غير الفلوس مش عارف يعيش. يعني معلمش ولادي زي زمان كده يقول ايه يا ابني الفلوس مش كل حاجة في الدنيا. لا هي الفلوس كل حاجة في الدنيا. الفلوس هتخليك هتخليك تتعلم كويس. الفلوس هتخليك تقدر تمانيش حياتك صح? الفلوس هتخليك تقدر تعيش حياتك صح? مربهمش على فكرة الفقراء لهم الجنة يعني. طبعا رزق طبعا بتعربعه وكل حاجة بس هو مين قال ان الفقراء هم اللي لهم الجنة ولا غنيا بلهم مش الجنة يعني. ليه معلموش ان هو ازاي تبقى غني بطريقة حلال. وطريقة مشروعة. مش هعلمه يسه اكيد. بس هعلمه يستثمر. هعلمه يحوش ما هو ما هو. هيكون فلوس ازاي. انا اي الفلوس مش مش غايتنا في الدنيا. بس الفلوس وسيلة اساسية في الدنيا. اللي انا اقدر اتمتع بيها. واقدر اعمل بيها كويس. واقدر استثمر فيها. واقدر اعيش نفسي كويس. واعيش ولادي كويس. واعمل خير ان ربنا قال عليه كويس. فمين قال ان الفلوس مش مهمة? الفلوس مهمة. الفلوس من اهم الحاجات اللي في الدنيا. مش هقول اهم حاجات في الدنيا بس من اهم الحاجات اللي في الدنيا. آآ من غير الفلوس مش تفتعيش كويس. من غير صحة مش تفتعيش كويس. من غير مبادئ مش تفتعيش كويس. فهي ما ينفعش ان انا ماسك بقى الفلوس كده عشان عقدت للناس واقول ان الفلوس مش مهمة. لا الفلوس مهمة. من اهم الحاجات اللي في الدنيا. فلازم اعلمهم يعني ايه فلوس? ويعني ايه ان هو يحوش فلوس? يعني ايه ان هو يستسمى? يعني ايه بتدي يعمل بزنس? يعني يعني ازاي ازاي يحوش عشان يشتري الحاجة اللي هو عايزها? يبقى ليه اهداف مالية محددة وليه خطة مالية كده. طبعا كل الحاجات اللي احنا هنقولها في فيديو بتاعت النهاردة. اه بتعلم بنعلمها لولادنا على حسب اختلاف المراحل السنية بتاعته. يعني من اول ما ما يعدي مع حالات نوعية ببيبي. يعني بعد مع حالات البيبي دي والرضاعة والكلام ده. اه حتى من اول مسلا ايه? تلات اربع خمس سنين ابتدي اعلمه الحاجات دي واحدة واحدة وعلى قد سنه. طبعا كل واحد اضرب عياله فمش هقول لا انا هستنى لما يكبر هعلمه نقطة من النقط دي. لا. من دلوقتي من هو صغير. لازم يتعلم. ما هو اللي بيتعلمه هو صغير هو ده اللي بيكبر معي. فلازم كل النقط اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو بتاع النهاردة لازم نتعلموها او تبتلك تعلمها لولادك. على حسب اختلاف مراحلهم السنية. بس من هم من هم صغيرين متسناش لما يكبروا. لانه لما يكبروا خلاص مش نفتعلمهم حاجة. فاول حاجة قلنا عليها ان التواصل الجيد بشكل فعال وانه يسمع 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 ثم يرد يعني اول حاجة ان هو يسمع ما يودش يرده بس يعني. تاني حاجة الفلوس واهميتها وايه هي وانها حاجة مهمة وما فيش حاجة اسمها ان الفلوس مش كل حاجة. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى نفسه آآ قال المال والبنون زينة الحياة الدني. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان الفلوس مهمة. انا هاجة اقول الفلوس مش مهمة لابني. فده مش منطقي يعني. بس تيجي ازاي? وتتحوش ازاي? وتستسمرها ازاي? ويبتدي اعمل اهداف لنفسك مالية ازاي? آآ يبقى لك خطة كده مالية خطة ان انا عايز احوش كزا عشان اجيب كزا. ما فيش مشكلة خالص ان ابنك تعليمه يحوش عشان يجيب. وبقى انت تديله تاني مش مشكلة. بس يعني مش لازم. لا خلاص مش مشكلة ما تحوش وصي في نصفك كله. وانا اللي انت عايزه هاجيبه لك. طب ما في الاخر انت ما بها في قيمة الحاجة ازاي? وفي الاخر هيا في قيمة الفلوس ازاي? ما انت بتجيبه سهل. كل اللي انت كل اللي هو عايزه هتجيبه له سهل يعني. طب ربنا يخليك ليه بس بعد ما تتكل الله هيعمل ايه? والبعد ما اجبر هيعمل ايه? فلازم يتعود ان يكون ليه زم مالية زي ما نقول. ان هو بياخد فلوسه. بياخد مصروف مسلا. بياخد فلوس من تيتر. بياخد فلوس من جد. بياخد فلوس من اي قريب في العيد. اي حاجة يعني اي فلوس جياله يبتدي يحوش. اه التالت حاجة لازم اربيها عليها او اعودهم عليها او اعلمها لهم الوقت. ان الوقت ده مش اه احنا مش بنصحم النوم لغا نعمل اي حاجة لغايت من نام. يعني لأ يعني انت هتخطط يومك ازاي? اعمل له بلان اساعده في الاول ان انا اعمل له البلان لليوم بتاعه بعد كده هو من نفسه هخليه اقول له. يعني وريني كده انت هتعمل ايه في يومك النهار? ده اقول لي كده يعني انت مخطط لايه اليومك النهار? طبعا زي ما قلنا باختلاف اعمارهم باختلاف مواحلهم السنية بس الكلام ده ماكسما من لغاية ما يبقى عنده مسلا ايه اتناشر تلتاشر سنة بيكون خلاص انت علمته. ويتجن وعلمه ازاي يتجن بحاجات اسمها التسويف يعني قوم دلوقتي مسلا دلوقتي هنقوم آآ آآ نلعب مسلا باي حاجة بلايبة معينة. لأ خلاص خلالها بعد شوية. لأ من فيش حاجة معها بعد شوية. طبعا ما انا عندي في الخطة دلوقتي ان انا هعمل حاجة دلوقتي دي يبقى لازم اعملها في دلوقتي. ربا حاجة لازم تعلمها لهم ازاي يحل المشاكل. تبدأ بقى ما بينهم وبين نفسهم. تبدأ نحدد لهم كده مشاكل على القدس انه مشاكل معينة. آآ اللي هو يعني التفكير المنطقي يعني ان انا عندي مشكلة لازم احيل لازم افكر فيها. لازم احيلها فابتدي مسلا آآ يعني على حسب سنو اعمل له كده. آآ لمشكلة. طب احنا عايزين نحل المشكلة دي. تعمل له مشكلة وعايزين نحلها. تبتدي تساعده فيها الاول بعد كده واحدة واحدة بتنسحب انت. لو انت بتساعده فيها دلوقتي مسلا. آآ بتفكر معاية تسعين في المية وهو بفكر عشر في المية. آآ المشكلة اللي جاية هو يفكر عشرين وانت تمانين وبعد كده تلاتين سبعين وهكذا لغاية ما يوصل ان هو يشيل المشكلة كاملة ويقول لك حلها كزا وانت تبتدي بس تقايم الموضوع من بعيد. وازاي ياخد قرار صحة وازاي ايه هو الاجئات اللي ياخدها ان هو يحل اي مشكلة تبقى في حياته. دي طبعا علشان لما يواجه مشكلة في حياته لما يكبر يعفح لها. ما هو انت لو هتحلله كل مشاكله هو المجبر هيعمل ايه? خمسة حاجة ان ايه هو الشغل? وايه هو يكون عنده هدف في حياته? ان الشغل مهم. العمل مهم. اعمل حاجة بتحبها. ايه هي اخلاقات الشغل? ايه الحلال في الحرام? ايه اللي انا اشتغل وايه اللي انا ما اشتغلوش? اه يعني ان انا اعمل حاجة بايدي. ويكون عندي هدف ده مهم اللي انا علمه لولادي. عشان ما يطلعش في الاخر يبقى يبقى عنده مش عارف كام وعشرين سنة وفي الاخر مش عايز ينزل يشتغل. خلص الجامعة وبرضو مش هزينزل يشتغل. طب ما هي اعمل حياته في مستعباله ازاي? سادس حاجة ان عدم التعلق بحاجة. يعني هي النقطة دي صعبة شوية اه ان احنا ندركها كلها كده بس اه بس هو مهمة. مهم ان هو يبقاش عنده تعلق باي حاجة. باي حاجة في الدنيا. يتعلق بربنا بس ما يتعلقش باي حاجة في الدنيا. اه عايز اقول لكم ان حتى ما يتعلقش بكو مليون في المية يعني اه يحبك ويحترمك ويضيبق متعلق بك شوية بس ما يبقاش متعلق بك ما في المية لان انت بعد عامل طويل اه لما تسيبه في دونيتو وهو متعلق بك ما في المية ممكن ينهار فا عدم التعلق او يتعلمه ازاي يتخلى? ازاي يتخلى عن عن الحاجة اللي مش في ايده ان هو يفضل ملكها. ما انتم ما هو مش في ايده ان هو يفضل ملك ملك ابو امه. دي حاجة بتاعة ربنا عموت وحاجة بتاعة ربنا مش في ايده. فطالما حاجة مش في ايدي. فما ينفعش ان انا ابقى متمسك بقى ما في الماء. فلازم يبقى فيه في دماغه الفكر ده. ان انا في يوم الايام ممكن اتخلى. مش يتخلى بحاجة وحشة يتخلى لان هو ربنا كاتب ان هو يتخلى. يعيش حياته زي بعديها ويكمل حياته زي بعديها. بنشوف امثلة كتير قوي لناس حتى وهي كبيرة لما بيفقد ابوه او امه وهو مسلا كبير ومتجوز ومخلف ويفقد ابوه امه بتلاقي انهار والدنيا بتقعه والدنيا بتسوده في وشه. اه وهكزا بقى على كل حاجة في الدنيا يعني دي تبقى تعلمها له زي من هو صغير تعلمه وسان هو يتخلى عن لعبة بيحبها. اه مش لازم يبدأ المتشبس بيها لابت بيها كتير مش لازم تبدأ المتشبس بيها ممكن تيديها لاخوك. اه ممكن يتبضع بيها الحد. اه اعلمه زي يساعد الناس يعني يطلق حاجات اللعبة القديمة مسلا اللي عنده اه حتى لو هو بيحبها. ويزيادة عنده مش بيلعب بها دلوقتي. خلاص ما انت بتحبها اه بس انت مش بيلعب بها دلوقتي. فخلاص اتعلم ان انت هتتخلى عنها. وفي نفس الوقت انت تخليت وعملت حاجة مساعدة. يعني انت علمته حاجة تانية مع مع التخلي او عدم التعلق. علمته ان هو ازاي يبقى عنده عطاء. اه اعلمه يعني صدقة? ايه معناها الصدقة? يعني الصدقة دي ايه فايدتها وايه? بتعمل لك ايه? الصدقة دي انت لو طلع حاجة اه بتحبها قوي فانت ربنا هيديك حاجة احسن منها بلون في المية. ودي له امثلة من الايات اللي ربنا قال عليها. فان هو ما يتعلقش بالحاجة بشكل كبير ويقدر يتخلى عن حاجة ويطلعها كمان لله. دي حاجة مهمة اولا انا علمها له من دلوقتي عشان لما يكبر يبقى يعرف يعيش كويس في حياته. اه سبع حاجة بقى ودي حاجات اه اه يمكن يعني ايه من الاساسيات الاساسيات. سواء ولد سواء بنت. الحاجات شغل البيت. فسواء عندك ولاد وبنات ايا كان فلازم تعلمه. لازم لازم تعلمه ازاي يطبخ. باختلاف طبعا ما حال السنة بتاعك. لازم يتعلمه ازاي يجيب الحاجة من السوق. لازم لازم تعلمه ازاي يحافظ على نظافة المكان اللي هو عايش فيه. ازاي يفضل يبقى منظم ما يباشة. حاجة دولابه ما يعلم بالله بنا وقضته ومش عايف. فلازم يبتدي ينظف. لازم يبتدي هو يرتب حياته. اللي هيتعود على ده في البيت هتلاقي حياته كلها بعد كده موظمة. الامهات ما تبوش تقولوا ما عايش انا ولادي سبيان فمش هيعملوا. انا مش عايزها مش عايزها ومش عايزة اتعيبهم. لا اتعبيهم دلوقتي. اتعبيهم دلوقتي عشان تنفعهم تاني. يعني قدام في حياتهم يعني. هتعبيهم دلوقتي هتنفعهم. ما تعرف فيش الدنيا فيها ايه. ممكن يسافر يضغرب. ممكن يعيش لوحده. هيلاقي نفسها. هيعمل اللقمة كلها. هينظف مكانه. فهتبقى حياته افضل يعني. دي السبع حاجات اللي في الدنيا اللي انت هتعلمهم لولادك. علشان تنفعهم في حياته. اه اتمنى يكون الفيديو عجبكم. والفكرة تكون وصلتك وتبقى ان شاء الله نطبقها واحدة واحدة على حسب المراحل السنية طبعا لكل ولد من ولادنا. ما تنساش ولو اي كومنت او اي حاجة او اي استفسار عندك سبهولي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير.